تغطية متواصلة لحادث سقوط الطائرة العسكرية بأم البواقي حيث تحصل تلفزيون نهار على مشاهد جديدة أخرى لسقوط الطائرة إذن كما تتبعون مصالح الدرك الوطني مرفوقة برجال الجيش الوطني الشعبي تنقل مباشرة بعد الحادث إلى عين المكان حيث كما تتبعون هذه صورة الطائرة التي سقطت وهناك مصادر مختلفة تقول بأن عدد الركاب ما بين 90 إلى 103 راكب في هذه الطائرة العسكرية والتي كما قلت كانت قادمة من ولاية تمن راصد متجهة إلى ولاية قسنطينة فسقطت في جبل فرطاس بولاية أم البواقي ولحد الآن حسب المعلومات التي يحوز عليها تلفزيون النهار فإنه قد تم انتشال حوالي 74 جثة وتحويلهم إلى مستشفيات عين مليلا حيث العديد من مستشفيات ولاية قسنطينة في حالة تأهب الاستقبال جثة الموتة هذا وسيتنقل نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح إلى مكان هذا الحادث لمعينة الحادث هذا وسنوافقكم مشاهدنا بآخر تطورات الوضع وبآخر الصور على تلفزيون النهار